بسق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فحصل معه شيء صدم البقية كلهما عقبه ابن أبي معيت شخص كان يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة قبل يعلن النبي صلى الله عليه وسلم رسالته كان شخص جدا محترم في يوم الأيام هذا الرجل قرر أنه يروح لتاجر بتجارة كانت لها وكان من عاداته إذا رجع لمكة يعزم أهل المكة كلهم على وجبة وفعليا هذا اللي سوها عزم كل أهل مكة على هذه الوجبة وكان من الحضور رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعليا حضر النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته مع هذا الرجل بس إن أبا النبي صلى الله عليه وسلم إنه يأكل من أكلها بس عقبه ابن أبي معيت شاف محمد صلى الله عليه وسلم مجالس يأكل من الأكل فسأله ما بك يا محمد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنه ما يبغى يأكل ولن يأكل من أكله إلين يشهد بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وعقبة بن أبي معيط قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بس أهم شي تأكل فأكل النبي صلى الله عليه وسلم عقبة كان مستهين بهذه الكلمة ومستهين بفعلة هذه كان يفكر أن الوضع بيكون بينه وبين محمد بس أهم شي يأكل بس ما كان يعرف بأن كلمة هذه وصلت حتى إلى كبار قريش انتشر خبر إسلام عقبة بن أبي معيط انتشر بين أهل مكة كلهم وكلهم حاربوا عقبة بن أبي معيط المشكلة مو بس هنا كان في شخص شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم جدا شديد العداوة مع النبي وكان صاحب لعقبة يعني الروح بالروح ما يتفرقون من بعض هذا المشرك أول ما شاف عقبة مسكة بملابسه وقال له هل صبأت؟ هل تركت دين أباءك؟ قال عقبة لا ما فعلت قال وصلني الخبر يا عقبة لقد شهدت بأن محمد رسول الله قال طيب وش اللي يرضيك؟ قال اللي يرضين أنك تدفل في وجهها أنك تروح عند محمد الحين وتدفل في وجهها ومو بس كده تدعس على رقبتها قال بس عندي خلاص دام هذا بيرضيك أنا بسوي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فبسق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم بسق في وجهه وشيء من لعابه جاء على وجه عقبة بس أول ما وقع على وجه عقبة ما كان لعاب عادية كان هذا اللعاب مثل الأسيد على وجهه فأحرق الله وجه عقبة ابن أبي معيط بسبب تفلت على النبي صلى الله عليه وسلم وكانت هذه البسقة اللي بسقها عقبة ابن أبي معيط هي أول طريق عقبة ابن أبي معيط في أذية النبي صلى الله عليه وسلم فبدى من بعدها في أذية النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما أتاه الله من قوة حتى إن حاول يخلق النبي صلى الله عليه وسلم ويقتله بل دعس على رقبته صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمه مرت الأيام وتزوج عقبه ابن أبي معيد بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمها أروى بنت كوريس واللي كانت هي أم عثمان بن عفان رضي الله عنه تزوجها عقبه ابن أبي معيد بعد من فصلت من زوجها السابق فأنجبت أروى بنت كريس فتاة اسمها أم كلثوم أم كلثوم بنت عقبة واللي هي محور قصتنا اليوم أم كلثوم رضي الله عنها أسلمت وأهلها ما يدرون والمشكلة إنها أسلمت في وقت جدا صعب على المسلم واللي كان بعد صلح الحديبي كان شرط على المسلمين إنهم يرجعون أي شخص يسلم من قريش يرجع لقريش ويعد يعني ما كان يقدر النبي صلى الله عليه وسلم يستقبلها ولو دروا أخوانها عن إسلامها عذبوها حتى الموت وتعرف إنها لو هاجرت للنبي صلى الله عليه وسلم بيردها للمشركين وتعرف إن النبي صلى الله عليه وسلم ما رح يخلف العهد أبدا فخططت على خطة للهروب من مكة كانت ذكية جدا وكانت من الأسباب اللي غيرت أحوال الصحابة للأبد كل هذا بنذكرة في قصة اليوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم ومأوانا ومأواكم ورب العالمين كيف حالكم؟ إن شاء الله لكم بخير وموركم إن شاء الله طيبة قبل ما نبدأ قصة اليوم لازم نعرف أشياء أساسية نعرف بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية تحالف مع قبيلة من قبائل العرق كان اسم القبيلة خزاعة ووقفت قبيلة خزاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم وبرضو لازم نعرف بأن مقتضى صلح الحديبية هو السلام بين المسلمين وقريش وكان هذا السلام من لعشر سنوات من بعدها يا يجددون يا تبدأ الحرف من جديد بس ما وقف الصلح هنا قامت قريش وقالت إن أي أحد يسلم من قريش ويهاجر إلى المدينة تردونها لنا أما إذا واحد ارتد من عندكم ورجع لنا لن نرده لكم أبدا بيبقى مع ناحنا شفت كيف الظلم وصل فيهم مع هذا كله وافق النبي صلى الله عليه وسلم لأنها أمر من الله سبحانه وتعالى خذرك شي تاكله ولا تنسى تابعني في كل السوشيال ميديا أكتب أنس أكشن وبإذن الله العلي العظيم راح أطلع لك من دون من طول بسم الله نبدأ بعد صلح الحديبية وبعد اللي صار لأبو بصير رضي الله عنه كيف أنه تحول إلى قاطع طريق بعد ما رده النبي صلى الله عليه وسلم لقريش وانضم له سبعين رجل أسلموا من قريش ما كانوا يقدرون يروحون للمدينة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لن يخلف العهد أبدا فردهم لقريش ومن بعدها هما سووا لهم فرقة قطاع الطرق وعذبوا قريش من بعدها المهم أن قريش تبرت منهم وقالت لهم ارجعوا للمدينة يرحم والديكم ما لنا وما لهذا الهم اللي قاعد نعيشها ما احنا قادرين نتاجر بأموالنا خسرنا الكثير خلاص فرجعوا إلى المدينة لكن ما وصل أبو بصير أبدا لأنه هو في الطريق توفي ودفنوه هناك بعد وصول السبعين رجل إلى المدينة انصدموا أهل المدينة بوجود أم كلثوم بنت عقبة معاهم وبينهم كانت مهاجرة لوحدة كان الرجل وهو رجل ما يقدر يهاجر لوحدة مستحيل يقدر يهاجر لوحدة لازم يكون مع مجموعة ولا مع قافلة لأن الطريق جدا موحش فأم كلثوم رضي الله عنها تحكي قصتها بنفسها تقول كنت في مكة بين مشركين قريش كنت قد أسلمت ولا علمت أي أحد من أهلي كنت أبغى أهاجر لك مني عارف كيف أسوي النبي صلى الله عليه وسلم بيردني لقريش ولو جلست هنا ما بقدر أستمر وأنا سحكته وأكيد لو طلعت بيفقدوني أهلي مباشرة إذا ما رجعت البيت في يوم واحد بيلحقون ورايه وبكون قريبة جدا مما ولا أحرف الطريق أصلا للمدينة حيني متخيل هذه كل الأشياء فوق راسها كانت تفكر تفكير مجهد كان الأمر جدا صعب عليها تقول أول ما أخرج من بيت أهلي الحين مجرد ما يمر ساعات بسيطة يفقدوني يقومون يدورون علي ويعاتبوني بعض لو هاجرت والحال زي كده أنا جالسة أرمي نفسي للتهلكة كده الوضع ما في مزهر تقول فجلست في يوم للأيام أخطط بس أنا أبغى أطلع من بيت أهلي وما يحسون فيها تقول فقررت قرار أني أخصص في كل أسبوع ثلاثة لأربعة أيام أخرج فيها من بيت أهلي أطول فيها خارج البيت جلست أفكر فترة طويلة اللين قررت قرار جدا كان مناسب قررت أني أول شيء أتفاهم ما أهلي إذا تخلصت من أهلي أول شيء وقدرت أتعمك في الطريق من دون ما يحسون فيني كده بتكون نسبة النجاح تقريبا ثمانين في المياه قررت أني أخصص في الأسبوع ثلاثة لأربعة أيام أطلع فيها لرحلة للبادية أبيت في البادية لمدة أربعة أيام أو ثلاثة أيام في كل أسبوع بحيث أنهم يتعودون علي أني خارج البيت ويصير تطويلتي خارج البيت شيء طبيعي فإذا تأخرت من البيت يقولون ممكن أنها لا زالت في البادية وما يتحركون يدولوني صح ممكن يزعلوني ويهاوشوني في البداية بس أبغاهم يتعودون على غيابي وفعليا جاء اليوم اللي بطبق فيه الحركة فمشيت خارج مكة بكم كيلو كده ومكثت في هذه البادية ثلاثة وأربعة أيام أول ما رجعت البيت هاوشوني أهلي ويني كررت هذه الفعلة كم أسبوع بس بدى الوضع يصير أهون وأهون وصاروا فعليا إذا افتقدوني يقولون ما عليها هي في ذيك البادية تجلس ثلاثة لأربعة أيام ما في مشكلة وهذا اللي كانت تبغى توصل لها أم كلثومة تبغى توصل لهذا الرياكشن تبغى توصل لردة الفعل ذي أهلها ما صاروا يهاوشوني كابل وتعودوا غيبتها عن البيت الي انجاء الوقت المحدد اللي حزمت أمرها على أنها تهاجر رتبت أغراضي على جنب وجهست وضعي بالكامل أخذت المعونة اللي بتساعدني في الطريق صح أني ما أعرف الطريق لكن مكوثي في مكة في هذا الوقت لا يطاق تبغوا لأخذت أغراضي المتواضعة هذه وخرجت لهذه البادية أول ما وصلت لهذه البادية وعرفت أنا ما معي أحد ولا أحد بيقدر يشوفني عزمت أمري وطالعت في هذا الطريق الطويل أنا ما أعرف الطريق أبدا لكني مستعينة بالله بس أني أموت مهاجرة إلى الله ورسوله خيرا لألف مرة من أني أموت على يد أهلي وعشيرتي فعزمت أمري وتوكلت على الله وجيت أبا أخرج على هذا الطريق وأمشي بس فجأة بس فجأة إلا برجل يخرج ويطال فيها قال لها الرجل إلى أين؟ هنا من شدة الخوف كان يخشى عليها من هو هذا الرجل؟ والأفكار تجري في مخيلتها أهلي عرفوا عني هذا بيعلم علي عند قريش خلاص انتهت كل أحلامي في الهجرة قالت أقضي حاجتي ما ننتصر؟ قال أنا رجل من خزاعه هنا أخذت نفس أم قلتهم وارتاحت شويتين لأن خزاعه حلفاء للنبي صلى الله عليه وسلم تقول في قلت له أنا امرأة من قريش أنا أسلمت ومهاجرة إلى الله ورسوله وقال هذا الخزاعي طيب تعرفين الطريق؟ أنت امرأة كيف تعرفين الطريق؟ قالت والله لا أعلم ما أعرف وين الطريق لا أعلم لي بالطريق أبدا قال ما عليك هنأ أهل طريق نعرف الطريق في ليلة ونهارة أصبري لي هنا شويتين بروح أجيب البعير حقي وأجيك جاب البعير حقه وركبت أم كلثوم على هذا البعير بس كلهم الأثنين ما يعرفون أن في شخص جالس يراقبهم جالس يراقب كل اللي قاعد يصير كانت امرأة بس ما كانت تعرف وين هم رايحين يعني بس كانت تشوف إش اللي حصل وكانت تعرف أن هذه أم كلثوم تقول أم كلثوم ما شينا في السحراء وكان هذا الخزاعي يقود البعير والله لا يكلمني كلمة حتى إذا ناخ البعير تنحى عني واخر عني إلين أنزل فإذا نزلت جاء إلى بعيره وهو مقفي ومحترم نفسه وربط بعيره في الشجرة أم كلثوم وهذا الخزاعي ما يعرفون إش اللي حصل في مكة الحين مر اليوم الأول واليوم الثاني وبدوا أخوان أم كلثوم يحسون أن في ختلة في الموضوع توجهوا للبادية وما لقوا أم كلثوم هنا انصدموا وين اختنوا فبدوا أخوانها يسألون القرى اللي حول هذه البادية إن لو خرجت لهم هذه الأمرأة الأمرأة اللي شافت أم كلثوم والخزاعي متجهين إلى المدينة قالت أنتم الوليد وعمار أخوان أم كلثوم قالوا ويه قالوا أم كلثوم رايح المدينة وأنتم تعرفون رأيتها وهي مع واحد خزاعي رايحين للمدينة هنا كأن واحد ضربهم بكف على وجيه عرفوا بأنها أسلمت فاركبوا على رحلتهم واتجهوا إلى المدينة ركاضين أم كلثوم والخزاعي ما يعرفون وش اللي قاعد يصير وراه كانوا ماشيين على مهلهم والأمور تمام لكنهم كانوا متقدمين تقول أم كلثوم ما زال هذا الرجل الخزاعي يقود بي ولا تكلم ولا تفوه بحرف طول الطريق ساكت وهي ما تعرف إش اللي قاعد يصير وراه بأن أخوانها يتبعونها بس وصلت أم كلثوم للمدينة وهي سليمة الحمد لله حطها هذا الخزاعي واخذ راحلته وماشيين كانت أم كلثوم متنقبة فما في أحد يعرفها أحد عرف وجهها مع أنها أم كلثوم معروفة هي بنت بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم توجهت إلى بيت أم سلمة تقول دخلت على زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة ما عرفتني كنت متنقبة إلينا انتسمت شويتين وتكلمت معها وهي شكت من صوتي حست بأني أم كلثوم بس ما كانت متوقعة أم سلمة رضي الله عنها بأنها أم كلثوم تقول ما عرفتني إلي انكشفت عن وجه فطالعت أم سلمة واركضي وحضنيها حضنتها أم سلمة ومسكتها قالت وش فيك أنت هنا هاجرتي فقالت أم كلثوم نعم وأنا خايفة الحقيقة أنا خايفة أن النبي صلى الله عليه وسلم يرجعني إلى قريش كما رد غيري من الرجال أبا جندل وأبا بصير وأنت تعلمين يا أم سلمة حال الرجال ليس كحال النساء وأنا ما أشك أن أهلي في هذا اللحظة جلسين جنون وعرفوا عن هجرتي ليه ثمانية أيام في الطريق أخوانا كانوا في الطريق جايين بس وهم يتكلمون مع بعضهم إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم فجأة يدخل عليهم تنقبت أم كلثوم فراحت أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم وعلمتها بكل شيء وإن هذه أم كلثوم هاجرت وإنها خايفة أنك ترجحها يا رسول الله إلى قريش فاختبرها النبي صلى الله عليه وسلم امتحانها امتحانها وسألها بعض الأسئلة اللي يبين إش اللي في داخلها وليش هاجرت فعليا هل هاجرت لله ورسولها أو للدنيا فنجحت في هذا الاختبار فرحب بها النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بس أم كلثوم لا زالت خايفة خايفة على إنها ترجح وإنها تنفتن في دينها وتعلم بأنها لا تقوى على العذاب فقالت يا رسول الله إني فررت بديني إليك يا رسول الله فامنعني ولا تردني إليهم يفتنونني ويعذبونني وأنا إمرأة لا صبر لي في العذاب وأنت تعلم يا رسول الله ضحف النساء وقد رأيتك يا رسول الله رددت رجلين رددتهم إلى المشركين حتى امتنع أباب صير عنهم وأنا إمرأة يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله نقض العهد في النساء فانصدمت أم كرثوم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم استبشرت فتلى النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن بس فجأة إلا بأخوان أم كلثوم الوليد وعمار كانوا على أطراف المدينة وشافوهم أهل المدينة شافوهم أهل المدينة وتوجهوا للنبي صلى الله عليه وسلم يعلمونا وصلوا عند النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا محمد أوفي لنا بشرطنا وعهدنا أختنا وصلتكم ونبغاها الحين فرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قد نقض الله إن الله نقض العهد في النساء تلتفت الوليد وعمار لبعضها وعرفوا إن الأمر معقد أكثر مما كانوا يتوقعون فرجعوا وقلوبهم قطعها وما طبق هذا الشرط على النساء أبدا فكانت النساء تهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرجعونهم أبدا ولا تطربهم قريش يعني الله سبحانه وتعالى أمر بأمر فتغير العهد والعقد بينهم غصبا عن المشركين فكانت أي امرأة متجوجة تروح للنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ما يردها أبدا وبشكل مباشر تتطلق من زوجها وبمجرد ما إنها تسلم النكاح اللي بينهم باطل فلا زواج لمشرك بمؤمنة أبدا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرد للرجل المشرك مهرة المهرة اللي دفعه في هذه الامرأة بس ما وقف الأمر هنا فكان فيه أمر حتى للصحابة أمر من الله سبحانه وتعالى لهم بأنه إذا كان أي أحد متزوج وكانت زوجته مشركة بأن نكاحهم باطل وإنه لابد أن يطلقها ويرجعها لقبيلتها أو أهلها وهذا فعليا اللي حصل وكان فيه صحابة لا زالوا متزوجين بمشركات وكان من هذول الصحابة عمر بن الخطاب كان متزوج بمشركتين ففكهم عمر بن الخطاب ورجحهم إلى قبائلهم وكان برضو من حق الصحابة بأنهم يطلبون مهوره المهر اللي دفع في هذه الزوجة يطلبونها من هذول القبائل أو من هذه العوائل اللي يتزوج منها فإذا رفضوا يعطى هذا الصحابي مهرة من الغنائم وبكذا فصل الله سبحانه وتعالى بين المؤمنين والمشركين تماما المؤمن لا يتزوج إلا مؤمنة قال الله سبحانه وتعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم فمن عدل الله سبحانه وتعالى حتى المشركين اللي كانوا ضد المسلمين وافقوا على هذا الشرط الحادل وبعد هذا الأمر تفضى النبي صلى الله عليه وسلم لباقي القبائل قبائل المشركين خاصة القبائل اللي تجرأت وتحالفت ضد المسلمين في غزوة الأحزاب وغيرها من الغزوات أي قبيلة تحالفت ضد المسلمين سيؤدبها النبي صلى الله عليه وسلم فجهز النبي صلى الله عليه وسلم فوق أشر سراع عشان يتوجهون لهذه القبائل اللي تجرأت على المسلمين وتحالفت ضده ويؤدبهم تأديب قاسي وليب نذكرها بإذن الله في القصة الجاية ألين هنا وصلنا لنهاية قصة اليوم نشوفكم إن شاء الله الجمعة الجاية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك اشتركوا في القناة